كل التحية لحضراتكم مساء الخير أو صباح الخير لو بدأنا يوم جديد بعد الساعة 12 بسعد جدا بصحبة حضراتكم في هذه الإطلالة اللي مفترض إن شاء الله لو كان في العمر بقية أنها تكون إطلالة إسبوعية من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج البيت الكبير مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في ثوبها الجديد وكل جمهور الأهلي العظيم داخل مصر وخارج مصر من المحيط إلى الخليج الحقيقة إنه المفترض أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الأجواء والمناخ العام في النادي والحقيقة لما بنتكلم عن النادي فبيكون في المقدمة دايما الفريق الأول لكرة القدم والمهمة الإفريقية الحقيقة اللي بتيجي على رأس الأولويات لا حديث إلا بطولة إفريقيا خاصة بعد الأداء الراقي والرائع للنادي الأهلي في مباراة الذهاب في كازابلانكا أمام نادي الوداد المغربي وفوز النادي الأهلي 2-0 هل صعد النادي الأهلي وتأهل إلى المباراة النهائية؟ بالتأكيد لا ده شوط أول من بطولة مهمة جدا وبقي الشوط الثاني في القاهرة بيحتاج إلى كامل الجهد إلى كامل التركيز إلى التوفيق كمان اللي بيلعب دور كبير في مثل هذه البطولات فقرتي الحقيقة أو لقائب حضراتكم هيكون مع نجم من نجوم كرة القدم على مر العصور يعني سواء لعب أو مدرب وهو الكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سأبل مرحب بالكابتن عادل عبد الرحمن محتاج أتوقف مع حضراتكم حول اجتماع مجلس الإدارة اللي انعقد بالأمس ليه هنتكلم تاني أو هنلقي الضوء على جلسة مجلس الإدارة اللي قدها الكابتن محمود الخطيب مبارح في حضور معظم أعضاء مجلس الإدارة لأنها بتأتي الحياة في وقت بالغ الأهمية بتأتي من ناحية قبل هذه المباراة المهمة في دور الأبطال في الدور النصف النهائي وبتأتي أيضا وانت بتستعد لجمعية عمومية لموسم بيلفظ أو بيحمل أوراقه مش عايزة أقول بيلفظ أنفاسه الأخيرة موسم كروي في كل اللعبات وبتستعد لموسم جديد عندك أمال وتموحات محتاج تحقق أمال الحقيقة وتموحات الجمهور الكبير والعريض المجلس بالأمس مبارح خرجت عنه مجموعة من القرارات يمكن عرضتها لحضراتكم من خلال شاشة قناة الأهلي أيضا مع زميلية العزيزين هاني رمزي وسهام صالح في هذا البرنامج واللي تمثل فيه ثلاث أربع قرارات مهمين ذكرناها لحضراتكم سواء ما يتعلق بفكرة التصديق وده إجراء روتيني دايما بيتم وقانوني طبقا للواياح والقوانين تصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق اللي كان في 1 أكتوبر وأيضا جلسة المكتب التنفيذي اللي كانت في 12 أكتوبر ثم تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل بإعداد المقترحات والكتاب والتجهيز للجمعية العمومية العادية المقرر أن يقادها في 27 و28 نوفمبر المقبلين يعني أقل من شهر بنتكلم في خمس أسابيع طبقا للايحة النادي الأهلي للايحة النظام الأساسي وقانون الرياضة بيعلن مجلس الإدارة عن الدعوة الجمعية يوم 31 وبينشر في كل وسائل النشر سواء صحف رسمية أو داخل مقار النادي المختلفة في جزيرة مدينة نصر وأيضا الشيخ زايد وقريبا بإذن الله القاهرة الجديدة في منطقة التجمع الخامس أيضا مجلس الإدارة كلف لجنة برئاسة المهندس محمد سيراج وعضوية المدير التنفيذي العميد محمد مرجان ومعا المستشار الهندسي سامح علي كامل لمتابعة إنشاء جراش لرواد أهل مدينة نصر هذه المساحة المهمة والعزيزة على قلوبنا فيه الحقيقة مشكلة انتظار في المنطقة المحيطة بالنادي الأهلي في مدينة نصر سواء في شارع حسن مأمون أو طريق النصر وبالتالي كان قرار مجلس الإدارة بتجهيز قطعة أرض كانت خالية مقدارها 33 ألف متر هتسعى لألف سيارة وبدأت فعلا شركة وطنية الآن بتجهيز هذه المساحة علشان يسهل على الأعضاء اللي بيرتادوا مدينة نصر من الدخول والانتظار بسهولة خصوصا ده زي ما قلنا أيضا إمبارح بيتسق أو بيتناغم مع جهود الدولة المصرية في إعادة الوجه الحضاري للقاهرة مش بس القاهرة التاريخية ولكن كمان منطقة شرق القاهرة ومدخلها المهم العدد كبير من المحافظات سواء محافظات القناة أو محافظات وجه بحري الحقيقة أنه في عمل دقوب وعظيم بيتم في تطوير منطقة شرق القاهرة وخصوصا مدينة نصر ومصر الجديدة المطارية عن شمس جسر السويس كلنا لمسينه وفتح محاور وطرق بديلة بتسهل حركة المرورية فالنادي الأهلي بيتناغم مع هذا التطوير الحادث هو في نفس التوقيت بينشئ الأسوار الخارجية اللي بتطل على شارع طريق النصر أو الأدستراد وأيضا شارع حسن مأمون لتكتمل أسوار النادي الأهلي على مساحة 54 فدان هي مساحة النادي الأهلي في مدينة نصر هيتم إنشاء ثلاث ملاعب كرة قدم للأعضاء بديل للملاعب اللي هيتم الحقيقة ضمها للمنطقة الخاصة بالجراش ودي وقفة لنا هنتكلم فيها تتعلق بحجم وطفرة الإنشاءات غير المسبوقة الحقيقة في النادي الأهلي وفروعه رغم الظروف الاقتصادية للعالم بيمر بيها بسبب جئة أحد كورون كان فيه قرار يتعلق بترشيح الزميلة أو الفتاة المصرية حنان الزيني اللي بتشتغل فيه قطاع كرة القدم في النادي الأهلي وهي مؤهلة تماماً وعندها خبرات كبيرة الحقيقة حنان وظفتها متابعة الترخيص واللوائح الخاصة بكرة القدم على مستوى العالم والفيفا وخلافه والحقيقة إنه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر ترشيح حنان للحصول على دبلومة بتمنحها الفيفا بالتعاون مع المحكامة الرياضية في مجال المنازعات والتحكيم الرياضي مش عايزين نقول إنه دايماً النادي الأهلي سباء وفكرة التمكين للمرأة لأنه الحقيقة هو ده دأ بالنادي الأهلي هو ده النادي الأهلي اللي بيضع دايماً الشخص المناسب في المكان المناسب وبيعطي لكل ذي حق حق وده شيء يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طيب كان فيه قرار يتعلق بالفرع الرابع في التجمع الخامس حضراتكم عارفيني النادي الأهلي في فترة سابقة إبان الحقيقة مجلس إدارة الكابتن محمود طهر حصل على قطعة أرض في منطقة النوادي في التجمع الخامس في القاهرة لإنشاء فرع رابع العمل الفعلي والمخطط العام ووضع حجر الأساس كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حضراتكم فاكرين فيه احتفالية بسيطة كده حضرها حتى اللواء إيهاب الفار رئيس الهائة الهندسية والوزير الدكتور أشرف صبحي الآن ورغم العمل الحقيقة اللي تعطل شوية خلال الشهور الماضية بسبب فكرة الحظر الصحي والتعامل مع جهة أحد كورونا إلا أن الشركة اللي بتعمل مع الهائة الهندسية نجحت في تنفيذ سبعين أو تمانين في المية الحقيقة من البنية التحتية وبدأت عملية الانشاءات بسرعة كبيرة جدا طيب إمتى نقدر نفتح الفرع؟ فرع التجمع الخامس إن شاء الله يفتتح في شهر يونيو أو يوليو على أقصى تقدير عشرين واحد وعشرين يعني بعد تسع شهور من دلوقت المرحلة الأولى دي بتمثل سبعين في المية من قيمة الانشاءات الموجودة في فرع التجمع الخامس اللي هو أيضا خمسين فدام دي مساحة كبيرة وبالتالي يقدر أعضاء النادي الأهلي وهم كثر الحقيقة اللي تسابقوا على الانضمام لعائلة النادي الأهلي والحصول على عضوية فرع التجمع الخامس من ممارسة الرياضة وزيارة الفرع والحقيقة يبدأوا يمارسوا حياتهم طبقا للاشتراك اللي تقدموا به طيب هل الأمر انتهى عند هذا الحد؟ لا الحقيقة لم ينتهى عند هذا الحد مجلس الإدارة كان عنده قرار سابق يتعلق بفكرة أنا شخص الحقيقة لعقد شراءة المتعاقدين يعني قررت أن أشترك في النادي الأهلي وأصبحت عضو من أعضاء النادي الأهلي عضو فرع حتى طيب أنا مستفيد طالما دفعت مقدم وبدأت أدفع إقصات واشتراكات مجلس الإدارة قال لك لا من حق العضو اللي اشترك في التجمع الخامس إنه يقدر يروح الجزيرة يروح مدينة ناصر يروح الشيخ زايد وابنه كمان يشترك فيه الأكاديميات ويحصل على خصم أو يدفع نفس رسوم اللي بيدفعها العضو العامل أو عضو الفرع التاني اللي بيستخدم حمام السباحة الأكاديميات المختلفة سلة طايرة يد تنس طولة تنس ألعاب قوة زي ما حدثكم عارفين النادل أهلي عنده ما يزيد عن 20 لعبة في هذا المجال وكمان الأعضاء يقدروا يدخلوا بالمجان طالما ابنك مشترك فيه الأكاديمية العضو اللي هو عضو التجمع الخامس وفي نفس الوقت فيه تخفيض 50% على التذاكر لأعضاء التجمع الخامس اللي قرر المجلس أيضا إصدار بطاقات عضوية ليهم مؤقتة يقدر يدخل بيها بعد الحصول على تذكرها بتخفيض 50% وحتى لو مع ضيف أيضا يقدر يدخلوا وده الحقيقة منهج النادي الأهلي طالما النادي الأهلي قرر يكبر عيلته وينتشر ويعمل فروع في المحافظات المختلفة حضرتكم فاكرين فرع الأقصر في طيبة اللي العمل فيه أيضا على قدم وساق فبالتالي النادي الأهلي بيحترم أعضاؤه جدا زي ما بيحترم جمهوره لأن احنا لما بنتكلم عن عيلة النادي الأهلي بالمناسبة الجمهور بيأتي في المقدمة مش بس أعضاء الجامعة العمومية لكن أعضاء الجامعة العمومية بالأساس هم جمهور جمهور محب للنادي الأهلي والقيمه والتاريخه والمبادئه وفكرة التسامح والتعامل الراقي وبالتأكيد الانتصارات المتولية اللي بيحققها النادي الأهلي عبر تاريخه واللي وضعته في المقدمة في مقدمة أندية العالم كأكثر أندية العالم حصولا على البطولات ليه أنا وقفت الوقفة دي الحقيقة عن اجتماع مجلس الإدارة إمبارح لأنه عايز أتكلم الحقيقة قبل مرحب بالكابتن عدل عبد الرحمن عن الطفرة الإنشائية هبدأ معكم بالشيخ زيد حضراتكم فاكرين أن الكابتن محمود الخطيب كان بيرأث بعثة النادي الأهلي في المغرب في مباراة الزهاب أمام الوداد بمجرد العودة بسلامة الله لأرض الوطن تاني يوم الحقيقة كان حريص أنه يعمل زيارة رفقه فيها عدد من أعضاء مجلس الإدارة منهم أمين الصندوق خالد دردالي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مع حفظ الألقاب طبعا والمستشار الهندسي للشيخ زيد فرع الشيخ زيد الحقيقة فرع في مكان أكثر من ممتاز فرع راقي وجميل وأي حد بيدخله بيشور براحة نفسية الحقيقة وشاهد طفرة كبيرة جدا في مجال الإنشاءات من فترة احنا احتفلنا بافتتاح مجمع بنوك وهي مجموعة بنوك وطنية بنك مصر والأهلي والقاهرة لخدمة أعضاء النادي الأهلي في الشيخ زيد الآن الحقيقة بيتم أيضا في إطار الخطة الموضوعة للإنشاءات إنشاء مبنى اجتماعي على أعلى مستوى لأعضاء النادي في الشيخ زيد بيتم إنشاء شهر عقاري ومسجد بيتم إنشاء صالة كاراتي دورين فيهم ثلاث ملاعب أو ثلاث بصات طبقا لتعبير لعب الكاراتي أيضا بيتم إنشاء ثمن ملاعب سكواش بيتم إنشاء ملعبين على أعلى مستوى للأكاديميات بالإضافة للملاعب الموجودة وبالتالي بمجرد الانتهاء الحقيقة من هذه الإنشاءات بيصبح فرع النادي الأهلي في الشيخ زيد المدينة الرائعة الجمال الحقيقة فرع أوروبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وده عهد قطع على نفسه مجلس الإدارة بقيانة الكابتن محمود الخطيب مش بس منذ توليه مسئولية إدارة النادي الأهلي ولكن حتى أثناء طرحه لبرنامج عائلة النادي الأهلي وبرنامجه الانتخاب طيب الحقيقة خلص فيه الشيخ خزيد ومن غرب الجيزة إلى شر القاهرة إلى النادي الأهلي في مدينة نصر في نفس اليوم ليتفقد أيضا عملية الإنشاءات الحقيقة أنه أهل مدينة نصر كان ليه نصيب الأسد من الخطة الإنشائية الطموحة التي تتنفذ داخل النادي الأهلي بعد ما تم الحقيقة تطوير المنطقة الترفيهية وإعادة صياغتها وتعامل فيها حمامات سباحة لأعلى مستوى وحمام أمواج ودي أول مرة الحقيقة يتم فيه الأندية المختلفة بالإضافة إلى المكان الذي تم عمل فيه أماكن للأعضاء التي نسميها منطقة الفوت كورت الجديدة مكان ملاعب التنس الأديمة وتم أيضا عمل بوابتين على أعلى مستوى بتقنيات وتكنولوجيا متقدمة جدا وبتسمح للعضو أنه يدخل بالكارنية بتاعه وصورته بتظهر والحقيقة في إطار أنه الأهلي حريص على الأخذ بكل أسباب التقدم أيضا مازال فيه عمل يتعلق بإنشاء الجراش اللي قلت لحضراتكم عليه بعد انتهاء الجراش تقريبا مش هيبقى فيه أرض موجودة في مدينة نصر خالية لأنها هتكون كلها مستغلة بشكل كبير جدا وفيه كثافة كبيرة الحقيقة بتروح النادي الأهلي في مدينة نصر عشان كده كان مجلس الإدارة مهتم جدا بالأعضاء اللي بيرتادوا مدينة نصر للحقيقة الجلوس والاستمتاع بحداق النادي وكل الأماكن المختلفة فيه أو الأعضاء اللي أبنائهم بيمارسوا رياضة ودي نسبة كبيرة جدا بتمارس الرياضة سواء في خطاع النشئين والأكاديميات وسلة وطيرة ويد وحتى حمامات السباحة مجمع حمامات السباحة بيتم أيضا إنشاء ثلاث ملاعب خماسية للأعضاء علشان يمارسوا فيها كرة القدم طيب ده كان من ضمن المخطط أو من ضمن الخطة اللي ألزم بها مجلس الإدارة نفسه أه الحقيقة ده كان من ضمن الخطة وبالعكس فيه أمور بتستلزم أنه مجلس الإدارة يسبق فيها الخطة الزمنية للإنشاءات علشان يوفر الراحة ويلبي طموح وطلبات الأعضاء فمدينة ناصر بتشهد طفرة كبيرة جدا بالتأكيد اللي بيرتدها شاعر بيها وهو أمر ملموس ربما نقدر نعرض لحضراتكم من آن لآخر هذه الطفرة الإنشائية ونعمل عنها توثيق وأفلام تسجيلية لأنه الأمر بس مش مجرد خدمة لأعضاء النادي في الأهلي لا من حق كل مصر أنه يفخر أن يكون فيه مستوى إنشاءات وفيه نادي زي النادي الأهلي على أرض هذا الوطن العظيم اللي احنا كلنا بنسعد وبنفخر بالانتماء له وهي مصر الكبيرة المظلة اللي بتجمعنا أخيرا قبل ما رحب بكابتن عادل عبد الرحمن مقر النادي الأهلي العريق المقر التاريخي في الجزيرة وحضراتكم عارفين أنه المقر في مكان مهم جدا وينحصر بين فرعين النيل ومساحته تقريبا 17 فدان وفيه ملعب مختار التيتش الحقيقة أنه كان فيه مدرج تم بنائه في عهد مجلس الكابتن حسن حمدي وكان فيه تطوير كبير كابتن محمود خطيب اهتم جدا بفكرة توفير كل مستلزمات الفري الأول لكرة القدم فعمل قاعة اجتماعات غرف خلع ملابس جيمينيزيا مخاصة باللاعبين أجهزة استشفاء على أعلى مستوى وده أيضا افتتح تقريبا قبل سنة من الآن الدور التاني بقى بيتم تشطيبه الآن وده بشكل مكلف يعني علشان باقي الفرق ما هو مش بالتأكيد كل إمكانات النادي مواجهة فقط للفري الأول لكرة القدم لا في الحقيقة فرق جماعية كمان بترسم البسمة على وجوه الجماهير الأهلوية السلة وخصوصا فريق الطائرة وكل التحية ليهم الحقيقة محمد مصلحي ورفاقه علشان الدور التاني يكون خاص أيضا من غرف خلع ملابس وقاعات محاضرات وقاعات مختلفة لهذه الفرق بيتم الانتهاء الحقيقة ووضع اللمسات الأخيرة للبوابة اللي على شارع صالح سليم أو اللي كنا بنقول عليه زمان الجبلية في مواجهة المرسى ثم بوابة المعلمين هيتم العمل فيها على الفور مجلس الإدارة في الوقت اللي بيدعم فيه كل الفرق الرياضية وعمل موسم عظيم جدا في كل اللعبات الحية ومازال بيدعم وحريص على دعم الفريق الأول لكرة القدم بعد الاستعانة ببيتسو موسماني كمان فيه أخبار طيبة بشأن الصفقات وتدعيم الفريق علشان بناء فريق يليق بالنادي الأهلي ويقدر يتصدر كعادته دايما خلال العقد القادم أو العقدين القادمين يعني العشر عشرين سنة القادمة لم يغفل أبدا لا جمهوره ولا أعضاء النادي الأهلي اللي هم الجماية العمومية اللي ليهم الحق في اختيار هذا المجلس طيب فيه حلم كبير ممكن حد يسألني وبالفعل كتير من جماهير بتسأل عليه طب فين الاستاد والكابتل محمود الخطيب وعد أنه هيكون النادي الأهلي عنده استاد حضراتكم فاكرين احنا قلنا من شهرين أنه الكابتل محمود الخطيب كلف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة بثلت لجان مهمين جدا وللإنشاء الشركات الخاصة به سواء شركة استاد الأهلي أو الشركات الأخرى المتعلقة بكرة القدم لنواكب أيضا من الطفرة الحديثة في العالم في نهاية شهر ديسمبر ستتقدم اللجان المكلفة وهما خبرات الحقيقة متنوعة من استاد أعضاء مجلس الإدارة للمجلس بما انتهت إلى الدراسة هو بالأساس فيه الدراسة وفيه خطة أعداء الكابتل محمود الخطيب وقدمها للمجلس المجلس الحقيقة بيتعمق وبدرسها بتأني وبروية وبيستعين بالخبرات اللازمة للخروج إلى النور في نهاية شهر ديسمبر تبدأ الخطوات الفعلية لخروج شركة استاد الأهلي إلى النور وأيضا شركة كرة القدم ومع بداية عام 2021 إن شاء الله يكون عندنا أخبار طيبة بشأن بدء العمل الفعلي في استاد النادي الأهلي علشان قبل ما تنتهي مدة المجلس ده يكون الراجل أدى الأمانة يكون محمود الخطيب وزملائه في المجلس أدوا أمانة المسئولية اللي يكلفوا بيها من جمهور النادي الأهلي أولا ومن أعضاء النادي الأهلي ثانيا بعد الفاصل كابتن عادين عبد الرحمن